السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو إن شاء الله رح نحلو تمارين صفحة 100 لسنة الرابعة متوسط نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو مع الشرح والحلول أتفيدكم وتستفادوا تكونوا عارفين هذا المواضيع على واش راهي الدور نبدو على بركة الله بسم الله إذن عدنا التاسك 23 قل لك هل هذا الجمل اللي راهي أمامنا في ثلاثة راهي تلخص والنصيحة اللي مدتها الأم لبنتها في الجزء الثاني من النص المسموع وريح تناقش هذا الجمل مع صديقك وتشوف وتمد رأيك فيهم قلت لها إلا حسيتي رأيك غالط استعرفي بالغلطة تاعك وما تكونيش محرجة أما إلا كنتي على بالك باللي رأيك صحيح ما تخافيش وديفوندي عليه وحاربي من أجل الرأي تاعك أو قاتلي حتى الموت من أجله وش رأيكم في هاذ النصيحة هنا كل واحد يتناقش مع صاحبه ويمد رأيه في هاذ النصيحة نشوفوا هنا كيفاش نتناقش يس تقدر تقول يس تقدر تقول نو هنا رأينا النصيحة على الأم وسات لخصة الموضوع كامل باللي الشخص كيكون صحيح وعلى باله باللي رأيه صحيح لازم يحامي عليه كما نقوله احنا يحامي عليه يديفوندي عليه وعلى رأيه ويحارب من أجله أو حتى يموت من أجله نشوفوا الآن التمرين الموالي قل لك أي نوع من الأشخاص من هاذ الثلاثة A, B, and C تحب تكون صديق معاهم قل لك الشخص اللي يستعرف بالغلط انتاعه وباللي راهو غالط قدام الناس A person who knows he is wrong but never acknowledges his fault and admits his mistakes in public because he is shamed or embarrassed الشخص اللي على باله باللي راهو غالط وما يحبش يقول باللي راني غالط ويستعرف بالخطأ انتاعه لأنه يحشم من الآخر A person who firmly believes he is always right and never makes mistakes ولا الشخص اللي دايمن حطف يروحو باللي دايمن صحيح وما يديرش الأخطاء وين راهو الشخص اللي انت تحب تكون صديق معاه خير A, B, or C وقول لنا وعلا إذن هنا الشخص اللي دايمن وأكيد حابين نكونوا صديق أصدقاء معاه هو number one هو الشخص اللي يستعرف بالغلط انتاعه ويستعرف باللي راهو غالط على because this kind of persons are always honest and self-confident على نحب نكونوا صحبة معاهم لأن هذا النوع من الأشخاص دائما يكونوا صادقين وعندهم ثقة في أنفسهم على ذيك نحب نصحبوهم عدنا جملة رحين عمروا الفراغين الاثنين وش قالت لأم البنتها تعودوا تسمعوا مرة أخرى وتصحوا الأجوبة انتاحكم والتاسك 27 I rephrase the final sentence in task 25 using my own words هذه الجملة just don't go on a road which is and رحين هي نصيحة مدتها الأم البنتها انتو ما رحين تعودوا تمدوا هذا النصيحة للبنت باستعمال المفردات انتاحكم ثم التاسك 28 رحين تخدموا مجموعة مع بعض تعودوا تسمعوا وتقارنوا الأجوبة انتاحكم وتصحوا الأخطاء البعضكم في هذا التمارين ونشوفوا task 29 ونبعد نجاوبوا عليهم مع بعض The mother advises her daughter to fight and die for her opinions and I know Am I for or against this piece of advice Will I fight and die for my opinions قلت لك الأم وصعت بنتها بش تموت وتقاوم وتموت من أجل الرأي انتاحها هل أنت معا أو ضد هاذ الفكرة هل ستقاتل وتحارب من أجل الرأي التاعك My teacher will organize a class debate over this question between those of my classmates who are for and those who are against أستاذ انتاحكم رح تحطكم إلى مجموعتين المجموعة اللي راهي مع النصيحة ومجموعة اللي راهي مع ضد النصيحة هنا كل واحد رايح يقول علاه راهو مع النصيحة ويقول علاه راهو ضد النصيحة كل مجموعة تخدم تعبير انتاحها وحدها المجموعة اللي مع النصيحة تمد رايها واللي مع ضد النصيحة أيضا تمد رايها ومبعد كل واحد المجموعة اللي تمد رايها بموافقة اللي ضدها تأخذ نقاط باش مبعد تناقشها معاها والعكس صحيح وهنا هنا كل واحد يدافع عن الرأي نتاعه ويمد حجج وبراهين باش يقوي الرأي نتاعه والنقاش رح يكون بلطف بين كل مجموعة هنا تفكروا كاتب ياسين وزهرة دريف واش قالوا في الرسائل انتاحهم كيفاش كانوا يقاوموا وكيفاش كانوا يقتلوا من أجل إثبات الرأي انتاحهم هذا فقط هنا مثال باش يعاونكم وتفهموا أكثر وأكثر إذن المجموعات يتناقشوا مع بعضهم في القسم وكل واحد له حرية الاختيار بأنه يكون معه أو ضد النصيحة إذن شوفوا معي الجواب بتاع 25 قلت لها ما تروحيش في الطريق ليس تكون غلطة وغير صادقة هنا احنا نعاودو نمدو ذا النصيحة بمفرداتنا كل واحد هنا هو حر في المفردات ليستعملها ما تدريش حاجة ماهيش صحيحة وكوني صادقة هنا رأينا رايحين نحكي على المجموعات المجموعة اللي معه والمجموعة اللي بعد رايح هنا المجموعة اللي رايح مع النصيحة إحنا رايح نقاوم من أجل الرأيين تاعي لأنه إذا كنت أكيد باللي راني صحيح ورأيين تاعي اللي مديته هنا أيضا راهو صحيح رايح نقاوم رايح نقاوم من أجله وشح ندير I will never let it go or abandoned my opinion الجميع نسمح في رايي ولا نخليه If I am honest هنا نقدر نقوله if I am إلا كنت أنا ولا if you are راح تخاطب شخص تمدلو رايك ولكن بطريقة الخطاب هنا I am ولا you are نفس الشيء ولكن هنا بما أنه راح نحكي على الرأيين تاعنا نستعملو I If I am honest and I am in the right direction I will fight for it and die for it because this is the right and the honest way and the road that you should or that I should walk on it هنا the road طريق هنا رايح نحامي على رايي لأنه كنا عرف روحي باللي راني صادق وهذا هو الطريق الصحيح اللي رازم نمشي عليه رايح نحارب ونموت من أجله لأنه الصح دائما لازم نحاربه من أجله إذن هذا هنا للشخص اللي يكون مع النصيحة يمد أفكاره ويمد حججه علىه لازم يكون في الطريق مع النصيحة واللي يكونوا against أيضا راح يمد دوريهم على راهم ذات النصيحة وكل واحد حر بطريقته task 30 when the class debate is over I work with a group of partners and write a short report هناك تكملوا راحين تكتبوا report لهو التقرير قصير to summarize my classmates' opinions and arguments باش اللخصو الآراء والحجج انتع زملاءنا اللي كانوا ضد ولي كانوا مع النصيحة هنا في التقرير راحين تمدوا سواء أرقام للتلاميذ اللي كان اللي راهي ضد ولتلاميذ اللي راهي معه أو percentage اللي هي نسبة مئوية تقولوا 60% كانوا معه و40% كانوا ضد وغيرها we can use the following layout to write our short report عدنا هذا اللايت راح يعاوننا باش نكتبوا التقرير انتعنا البسيط وهنا بالمناسبة التقارير كيفية كتاب التقرير راحين تقروهم في السنة أولى ثانوي ان شاء الله ربي ينجحكم اللي هنا راهم معه نكتبوا نقولوا firstly they think that secondly and thirdly هذو يعاونونا باش نكتبوا التقرير انتعنا and those who disagree are that واللي ما همش موافقين نقولوا in conclusion the number of the person or the pencer change the percentage عفوا of those who are for and whereas that of those who وتكمل هذو هنا تكتبهم لأنه يعاونوك في طريقة التعبير فقط حول اللي يكونوا ضد واللي يكونوا مع الفكرة إذن هنشوفوا معايا الريبورت درنا ريبورت قصير وبسيط أولا نكتبوا العنوان وش رح نديره إذن the report التقرير يبدأ بهذا الطريقة this is a report about the number of my classmates who are for and against جانا's mother advice هذا تقرير لعدد الزملائي بالقسم لراهم ضد ومع نصيحة الأم لبنتها 20 pupils are agreed they think that anyone has to fight for his opinion عشرين تلميذ راهم موافقين الفكرة راهم يظنوا باللي أي واحد لازم يقاوم ويحارب من أجل الفكرة أنتعوا if he or she is 100% sure about it يحارب ويقاوم إلا كان هو ولا هي واثق باللي رأي انتعوا صحيح 100% secondly they are absolutely okay with جانا's mother advice because she is more wisely and has an experience in life أيضا راهم مع الفكرة أو مع النصيحة لأنه على بالهم باللي أم جانا هي امرأة كبيرة أكثر حكمة ويس لي أكثر حكمة وعندها خبرة في الحياة هذا اللي راهم مع النصيحة whereas that of those who are disagreed with جانا's mother advice the total is 15 pupils هنا بالنسبة للجماعة اللي راهي ضد الفكرة أو ضد النصيحة تعالى الأم المجموع انتحم هو 15 تنميز they think that you shouldn't defend your opinion okay because they are afraid to be criticized by the others and they will be embarrassed because they can't discuss their opinion in a clear way and they don't have enough arguments to to get the answer because they don't want to get their eyes because they don't don't have to have فاش يناقشوه بطريقة صحيحة وبطريقة واضحة أيضا وما عندهمش حجج كافية باش يبروا الرأي انتحهم إذن هذا هو الشرح مع الحلول نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو وتفيدكم وتستفادوا نتلاقوا في فيديوهات أخرى إن شاء الله بقوا على خير